إحتاجت لقانون طبعا في تأمين الحياة أكيد كنتم محتاجين لهذا القانون بشكر علي البرلمان فعلا وأكيد أنتم شكرتوا كل النواب لكن في الحياة العملية في التعاون مع المحافظ في تجربة أولى هل تحتاج إلى قانون؟ هل تحتاج إلى تأسيم تختصات؟ ولا الأمور مشت بتعاون؟ خلينا ناخد جزئين الجزء لأني يمكن أنا بحيي النائط طرق الخولي ومجموعة النواب اللي تبنوا هذا القانون لأنه كمان هم تبنوا هذا القانون بمبادرة منهم لأنه ما يمكن عايشوا الفترة بتاعت النقاش والأخذ والرد لأنه الفكرة اللي حداك سألتها أو الأساسة بسما سألتها بتاعت أنه طب ليه إحنا محتاجين قانون؟ لأنه أنا النهاردة لما أتكلم عن شباب في مقتبل العمر في العشرين والتلاتينات فهو بيعمل وقف للكرير بتاعه ووقف للمستقبل بتاعه بغض النظر هي المدة طالت أو قصرت هو بعد كده عايز يرجع يكمل حياته تاني مش منطقي أن أنا شاب حتى بعد ما نجح هيوض فترة تماه وحيخرج لأنه دي السرنة الطبيعية وده يمكن حتى اللي احنا كنا بنتكلم عنه قبل كده فالنهاردة لازم يرجع يكمل حياته بمنطق طبيعية وبشكل طبيعي وبشكل سلس ده ممكن ما كانش موجود قبل كده لأنه ما كانش فيه فكرة أنه تمكين شباب بالشكل ده في مناصب قيادية بالشكل ده فدي دي أول نقطة فيما تعلق بالاختصاط الحقيقة أنه أنا كتجربتي اللي قدر أتكلم عنها بشكل واضح أنا ما كنتش محتاج ده لأنه يمكن في التعاون ما بيني وما بين سيادة المحافظ كان الوضع أكثر سلاسة من ده شفت أنه فيه تعاون لأنه فيه دعم حقيقي للتجربة على كل المستويات صحية والحقيقة أنه زي ما قال زميلي النقاطر الخولي هي كل محافظة لها مشاكلها المختلف فهو هيستعيم بمين بخبراتك فأنهي ملف النواب الشباب بيركموا خبرات في بعض الملفات يمكن اللي مش من خلفياتهم أو يمكن محتكوش بيها بيبدعوا في بعض الملفات اللي عندهم فيها خبرات أو تراكم خبرات أو من مجالات اختصاصهم فدي يمكن تكون متروكة أكتر للعلاقة ما بين النائب والمحافظ وده من وجهة نظري أفضل لعدة أسباب واحد مش من المقبول أو مش من اللاق فكرة أنه أنا بفرض حاك لا خلي العلاقة ودي أكتر خلي العلاقة فكرة أنه فيه فريق عمل فيه قيادة واحدة بنتدير الملف نجاحها نجاح واحد لقدر الله إخفاقها إخفاق واحد روح الفريق اللي بتتحرك بتتحرك في اتجاهات مختلفة مش عيب أبدا أنه يكون النائب مشترك في أكتر من ملف مش عيب أبدا أنه فيه ملفات أو اختصاص تكون موجودة مع النائب وبتحصل تداخل ما بينها وما بين المحافظ الفكرة أنه فكرة روح العمل لو دي اللي تصدرت لو دي بقت الايكونة بتاعت ملف التمكين وملف الإدارة في الفترة الجاية أعتقد أنه النجاحات هتكون أكبر يمكن من فكرة أنه طب أنا ممكن أحضر اختصاصات بس الإخصاص دي هتبقى مختزة الحقيقة أنه أنا عايز أدعم كمان التجربة وابني جيل جديد فأنا محتاج أنه النائب يبقى موجود في ملفات كتيرة لو أنا النهاردة ألزمت باختصاصات معينة طب ما أنا كده حددت اللي ممكن يكون أوسع من دا أو ديقت اللي ممكن يكون أوسع من دا الفكرة اللي اقترحها النائب فكرة أنه يبقى فيه اختصاص واضحة أو تكليف واضح بغض النظر بقى النائب مع المحافظ يتفق وإيه هي الاقتصاص دي دي فيها ميزة أنه أنا النهاردة برضو ما بسيبش التجربة ممكن تهمش وممكن لا أنا بسيب التجربة أه دي بقى فيه اختصاص إيه بقى الاختصاص دي ترجع ليه علاقة النائب والمحافظ والتكامل اللي بيحصل ويمكن كمان توجهات في خمط الرئيس يمكن حتى بعد ألف الامين بشارطة أنه النائب والمحافظ سيقيموا معا وتكلفاتهم ستقيم معا ونجاح الاتنين مسؤولة مشتركة صحية